اشتركوا في القناة نعمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعنامين النازحون في معسكر السلام بنيالة يشتقون من ارتفاع معدلات سوء التغذية وصد الأطفال والمسنين والنازحون في معسكر وطاش بجنوب دارفور يكشفون أن حالات وفاة بين النساء الحوامل والأطفال بسبب شحة الغذاء وتردي الرأي الصحية مسؤول بارس في منظمة الصحة العالمية يصف الوضع الصحي في السودان بأنه عاصفة شاملة في ظل تراجع النظام الصحي وبرامج تحصين الأطفال وانتشار الأمراض المعدية مواطن سوداني يتحم قوات العمل الخاص التابع للجيش بقتل ابنة أخيه في منطقة الشقلة تفاصيل النشرة من راديو دبنغا في تقديمها محمد سليمان شكاء النازحون في معسكر السلام بن يهلا من ارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والمسنين وتفشي الالتهابات مع ارتفاع سعار السلاء وتوقف عمل المنظمات وقال نازح معسكر السلام يوسف بن ديس لراديو دبنغا أن أسعار السلاء الأساسية ارتفعت على نحو غير مسبوق وأضاف أن سعر ملوة العيش ارتفعت إلى 3000 جنيه وتكلفت طحنها 700 جنيه كما ارتفع سعر جركانة الجازولين إلى 65 ألف جنيه مما أدى إلى ارتفاع تعرفة المواصلات إلى نيالة إلى ألف جنيه وارتفع سعر جركانة زيد الطعام إلى 30 ألف جنيه بينما بلق سعر جوال السكر 95 ألف جنيه ومالوط البصل 7 ألاف جنيه ورطل البلح 2000 جنيه فيما بلق سعر كيلو اللحمة المجفف للبقر 5000 جنيه والغنم 6000 وأشار إلى أدم توفر الأدوية وارتفاع سعارها وانتشار أدوية منتحة الصلاحية في الصيدليات ودعا لفتح المسارات لوصول الإيقاثة إلى المعسكر وأضاف في هذا الخصوص كان زمان الإخاذات أبتقينا طوالي وحسا يعني الإخاذات يفقت فترة طويلة طويلة شديد يعني ما بتقيل أن تقريبا 11 شهر ولا 12 شهر عديل يعني حسا قربنا للسنة من الإخاذات يعني يكفت المهم حسا قدمنا شيخ بتاع المعسكر السلام وهو حاليا مشى لكن ما يعني منه أي رد لحد الآن من جهته كشفاء نازحه في معسكر 11 بجنوب دارفور أن طمر 11 حالة وفاة وسط النساء الحوامل و11 وسط الأطفال مؤخرا بسبب انعدام الغذاء والرئاية الصحية وأطالب بكر علي أحد شباب المعسكر في حديث لراديو دابنغا بالتدخل العاجل للمنظمات الإنسانية الدولية لتقديم المساعدات الغذائية والعلاج كما دع الجيش والدعم السريء للوقف الفوري للحرب والسمح بوصول الإقاثة وأضاف في هذا الخصوص وصف مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية الوضع في السودان بأنه عاصفة شاملة في ظل تراجع النظام الصحي وبرامج تحصين الأطفال وانتشار الأمراض المعدية وكشف بيتر غراف ومسل المنظمة في السودان أن الإبلاق أن أكثر من 10 ألف حالة كوليرا و 5 ألف حالة حزبة وحوالي 8 ألف حالة من حم الضنك وأكثر من 1.2 مليون حالة سريرية للملارية وأضاف غراف خلال المؤتمر الصحفي في جينيف عقب عودته من جولة أفريقية شاملة السودان أن البلاد تشهد أكبر موج من النزوح واللجوء على مستوى العالم وتابع قائلا أن أدد النازحين داخليا بلق 6.1 مليون شخص بينما لجع 1.8 مليون إلى دول الجوار ليقترب العدد الكل للنازحين واللاجئين معا إلى 8 ملايين وأشار إلى أن حوالي 25 مليون سودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بينهم 18 مليون مواجهون الجو الحاد وخمس ملايين منهم في مستويات الطوارئ من الجو ادعم مواطن سوداني قوات العمل الخاص التعبي على الجيش السوداني بقتل ابنة أخيه في منطقة الشقلة جنوب أمدرمان وقال المواطن لراديو دبانغا أن ابنة أخيه تقيم في سوق الشقلة وكانت هناك قوات تدبع للدعم السريء في المنطقة وأضاف أنه بعد مقادرة قوات الدعم السريء جاءت قوات أمام الخاص بأطلقة النار على ابنة أخيه وأردتها قتيلة وتابع قائلا إن ابنها أصيب في الحادث أكد محمد حاشم عضو لجنة الإعلام بغرف طوارئ الخرطون بحري أن الأوضاع استقرت نوعا ما في الفترة الأخيرة بمدينة بحري لكن لا تذال هناك مواجهات متقطعة بين قوات الجيش والدعم السريء وأضاف في مقابلة مع راديو دبانغا أن قوات الدعم السريء تتواجد في غالبية أحياء بحري وخاصة في جنوب وغرب المدينة بينما يسيطر الجيش على شمال بحري وشرقها وأن الأوضاع الإنسانية قال حاشم أن هناك إن أيداما شبح كامل في المواد الغذائية إضافة إلى العجز الكبير في القطاع الطبي وأضاف أن غرف الطوارئ تعمل على سد هذا القصور في المجالين الغذائي والطبي وأوضح أن هناك ما يقرب من 56 مطبخا في بحري تقدم الوجبات لنحو 62 ألف أسرة في المدينة وأضاف لراديو دبانغا في بحري الأوضاع الإنسانية سيئة جدا من الجانب الطبي من الجانب القزائي والتمويني لكن نحن في قرى في الطوارئ نحاول نزد الحوجات بقدر ما نستطيع فعندنا كوادرنا في الميدان عندنا قرابة 56 مطبخ في بحري مستفيدين منه 62 ألف أسرة تقريبا قال دانيال إبراحيم سكرتير التعليم بمناطق سيطرة الحركة الشعبية جناها الحلو إنهم يعانون من ندرة في معينات العملية التعليمية من كتب وكراسات ومقائد وتباشير وأشار إبراحيم إلى أن هناك مدارس أقيمت تحت الأشجار وأخرى تحت الرواكيب مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية وتخصيل الطلاب وأتابع قائلا إنهم يواجهون مشاكل كذلك في تدريب المعلمين مشيرا إلى قالبية المعلمين الذين يباشرون التدريس في مناطقهم لم يتلقوا التدريب المناسب وأضاف أنهم يقودون حول مناشدة المنظمات والجهات الداعمة الأخرى لتوفير هذه المواد وتحسين البيئة التعليمية وأضاف لإيراد ودبانغا أقدم مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور أمر آدم أمر أن معلمي الولاية صرفوا 60% من مرتبات شهر أبريل الماضي ويجري الآن صرف 60% من مرتبات شهر مايو لهم مشيرا إلى أن مرتب شهر يونيو سيصرف قريبا وعرب عن أمله في أن يستمر الأمور بصورة طيبة حتى يؤدي المعلمون دورهم على الوجه المطلوب وأضاف أنهم في حكومة الولاية في اتصالات راتبة خلال هذه الفترة مع مجلس الوزراء من أجل تسيير الأمور في ولاية جنوب دارفور وأضاف لإيراد ودبانغا معلمنا صرفوا 60% من مرتبات أبريل والآن يصرفوا في 60% من مرتبات مايو وإن شاء الله مرتب 6 أيضا برضو غريبا بإذن الله وعلى صيد متصل أكد مواطنون تحدثوا لإيراد ودبانغا بمدينة نيالة عاصمة بلاية جنوب دارفور أن هناك ارتفاع كبير في أسعار المواد الغزائية مع قلة المعروض منها وأكد المواطنون استقرار أوضاع الأمنية لدرجة كبيرة واختفاء تفلتات الأمنية ما أدى بعض الحوادث المتفرقة البسيطة مثل بعض السرقات التي كانت تحدث قبل الحرب وقال مواطن تحدث لإيراد ودبانغا أن المدينة تشحى الضائقة معيشية ونوعا من الركوت في الأسواق بسبب ضعف القوة الشرائية وأضاف أن أسعار اللحوم والسكر والطماطم والخبز أخذ في الارتفاع وأوضح أن سعر ملوة العيش بلق 3000 جنيه بينما يقترب سعر كيلو اللحم العجالي من 5000 جنيه وأكد أن بعض المواطنين عهدوا إلى مدينة نيالة بعد نزوحهم منها في فترات سابقة بسبب الحرب وأضاف لراديو دبانغا عالنة اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور أن ترتيبات لتقديم الدعوة للحكومة والدعم السري ومن المقرر أن يعقد المؤتمر قريبا في العاصمة المصرية القاهرة مع استبرار المشاورات بشأن توقيته وقال الدكتور كمال عبد العزيز أضوى اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومسؤول الشؤون الإنسانية في حركة تحرير السودان قيادة البالواحد في مقابلة مع راديو دبانغا أن المؤتمر ينعقد بمبادر من حيئة محامي دارفور وتوسعة الفكرة لتشمل مختلف العطراف وأكد أن معاناة النازحين والمواطنين في دارفور تفاقمت بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 جراء أدم وصول المساعدة الإنسانية وأوضح بالعزيز أن المؤتمر سينعقد بالوسائل الإلكترونية مع مشاركة هضورية جزئية في مقر المؤتمر وأكد أن اللجنة التحضيرية خضت خطوات كبيرة وقدمت دعوات لجهات سودانية مضيفا أن الدعوة ستشمل جهات إقليمية وعممية اتفق حذب البعث العرب الاشتراكي وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم على ضرورة إنهاء حالة التعدد الجيوش لصالح جيش وطني مهني واحد جاء ذلك خلال اللقاء وقد بين أجانبين يوم الثلاثة بالعاصم المصري القاهرة وطالب الجانبان طرفي الحرب بالوقف الفوري للقتال دون أي شروط مسبقة واحترام القانون الإنساني الدولي بالكف عن استباحة حرمة الأرواح والممتلكات والحريات للمدنيين والسماح بانسياب المساعدة الإنسانية والتوقف عن تدمير المنشآت العامة والخاصة حسب نص البيانة المشتركة الصادر عن الجانبين واتفق الطرفان كذلك على نقاط أخرى أبرزها ضرورة الحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا وإطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية وأكد الطرفان أن الحرب الحالية هي أكبر محدد وجود للسودان في تاريخه وأن وقفها هو أولوية قصوى للحفاظ على وحدة واستغرار السودان وعدان اللقاء كل الانتحاكات التي ارتكبها طرفاء الحرب وقطع خدمات الاتصالات والأنترنت انتقدت قيادية نسوية بارزة موقف الاتحاد الأفريقي بعدم إدراج ملف السودان في جدوى العمال قمة الاتحاد المقررة في آديس أوبا الأسبوع القادم وقالت مديرة مركز الجندر دكتور نعمات كوكو إن من المفارقات أن يتضمن جدوى العمال القمة بندل لمناقشة الوضع في فلسطين ما أدم مناقشة الملف السوداني وبرغم اعتراضها إلا أنها اعتبرت أن إدراج القضية الفلسطينية تعبيراً عن تضامن الشعوب الأفريقية ورأت أن من المفارقة أن يختزل ما يحدث في السودان في بند السلم والأمن الأفريقي ورغم أن السودان مؤسسي الاتحاد الأفريقي وكان يمكن أن تكون تطورات الأحداث فيه بنداً قائماً بذاته الخبر الأخير في النشرة نأت العديد من الجهاد والهيئات الثقافية والكيانات السياسية والمؤسسات الصحفية والشخصيات العامة نعو الصحف الكبير الأستاذ محجوب محمد صالح مؤسس صحيفة الأيام ووصفه رئيس الوذراء السابق دكتور أبدالله حمدوق على صفحته في موقع إكس بأستاذ الأجيال وأضاف أنه رحل أن دنيانا بعد أن خلف إرثاً عميقاً في مسار بلادنا نحو الحرية والسلام والعدالة وذلك أبرى عمله ألا إرساع صحافة هرى ومحنية وأتابع قائلاً أن البلاد ستفقده في هذا الوقت الحرج الذي تتناقصه أوتاد وحدتها وسيادتها بفعل الحرب كما نعى الفقيد كل من مجلس السيادة الانتقالي وحاكم إقليم دارفور من أركو من ناوي ورئيس حزب المؤتمر السوداني أمر الدقير وغيره من الجهاد والحيئات والشخصيات أبرى مختلف وسائل للتواصل الاجتماعي أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لأخبار تقبلوا تحياتي ودمتهم بخير ترجمة نانسي قنقer